وأمي ظلمون وهي تقول في نفسها حسبي الله نعم الوكيل فهل تأثم على هذا شيخنا الكريم أو هذا من العقوق تقول حسبي الله نعم الوكيل على أبيها وأمها هكذا ورد السؤال يعني حسبي الله نعم الوكيل هي تفويد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لكن هي طبعا بيبقى لها قراء يعني أنا ممكن أقول حسبي الله نعم الوكيل في موقف فيدل هذا الموقف على أدني يعني أقولها أقصد بها شيئا لكن هي بمجردها كده تفويد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لكن إنسان احنا خدنا كده الأعراف أنه حسبي الله نعم لكنك أنت بتحسب عليها الله سبحانه وتعالى فهو تفويد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عندما ألقي في النار وقالها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إمانا وقالها حسبي الله ونعم الوكيل يبقى لها النبي عليه الصلاة والسلام نسي تقولها عليه الصلاة والسلام في مقام في مقام الشعور بالظلم هي القرأن هنا ليست كما تفضلتم يعني جزاكم الله خيرا لكن هي كأنها تفوض أمرها لله عز وجل فيهما فالأفضل أن تدعو لهم بالمغفرة وتدعو لهم لكن هي إن قالت واججت ظلما شديدا ولا تستطيع أن تفعل شيئا فوضت أمرها إلى الله خلاص؟ نابس يعني هو تفوض أمر إلى الله سبحانه وتعالى نعم